ثابكم الله يقول نحن شباب نعيش في انجلترا وجاء إلينا أحد الشيوخ فسألناه عن الأمر الذي يقول نحن بعض الشباب نعيش في انجلترا وجاء إلينا أحد الشيوخ فسألناه عن الأمر الذي أشكل علينا هناك وقد اختلفنا فيما بيننا وكثير مننا مرتاحوا من فتواه السؤال عندنا هنا أغلب الأطعمة والأشربة فيها شيء من الخمر القليل وشحم لحم الخنزير وأن هذه الأطعمة يومية لدينا ثم الشيخ أفتان بجوازها إن كانت الخمر أو شحم لحم الخنزير يذهب أثرها وطعمها ورائحتها عن هذه الأطعمة فنرجو من فضيلتكم التوضيح في هذا الأمر نعم إذا ذهب المحرم ولا يبقى له أثر فليس له وجود إذا لم يبقى له أثر لا طعم ولا رائحة ولا أي أثر فإنه قد ذهب ولا حكم له نعم